اشتركوا في القناة لعدة مناطق وسط وجنوب القطاع وتتواصل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي موقعة الاف الشهداء وعشرات الالاف من المصابين بالاضافة الى تدمير مباني والطرقات هذا واعلنت ازاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة انضمام لواء سابع للقتال في معارك خان يونس موضحة ان لواء هو لواء مظليين وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعية قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس تحديدا المنطقة الشرقية منها وارتفع عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرق خان يونس التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال الى 11 شهيدا موقعة عشرات الاصابات قال الدكتور اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ان جرائم الاحتلال الاسرائيلي مستمر تجاه المنظومة الصحية منذ اليوم الاول العدوان الذي يقوم بخنق ومحاصرة واستهداف المنظومة الصحية بعدم ادخال المساعدات الطبية والوقود او من خلال استهداف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى عن الخدمة و53 مركز للرعاية الاولية واضف القدرة ايضا ان الاحتلال الاسرائيلي ركز على قتل الاطباء في قطاع غزة ووصل عدد الشهداء من الاطباء الى 312 طبيب وكادر صحي واغلبهم من التخصصات النادرة اضافة الى استهداف 104 من سيارات الاسعاف تدميرا كاملا وخروجهم عن الخدمة اضافة الى اعتقال 99 من الكوادر الطبية على رأسهم مدراء مستشفيات شمال القطاع واشار الى ان 800 الف نسمة في قطاع غزة باتوا بلا ادنى خدمات صحية كما يستهدف الاحتلال لليوم الثالث على التواري مجمع ناصر الطبي وهو المجمع الاكبر في جنوب قطاع غزة اضافة الى مستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الاحمر وارتكب بالامس مجزرة راح ضحيتها 20 شهيدا مؤكدا استمرار سلاسل جرائم الاحتلال منذ بداية الحرب وقال الموليد في قطاع غزة لم يتلقوا تطعيماتهم والاحتلال يسرق اعضاء الشهد في حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمرة على غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 اكتوبر الماضي الى اكثر من 21 الف شهيد ونحو 55 الف مصاب اضافة الى الاف المتبودين اغلبهم من الاطفال والنساء على جانب اخر اعلنت القيادة المركزية الامريكية اليوم الجمعة انها اسقطت طائرة مسيرة وصاروخا مضاد للسفن اطلقه البوثيون في جنوب البحر الاخمر امس الخميس وقالت القيادة على موقع اكس انه لم ترد تقارير عن اصابات او اضرار في 18 سفينة كانت موجودة بالمنطقة مشيرة الى ان هذه هي المحاولة التانية والعشرين للحوثيين للهجوم على الشحن الدولي منذ 19 اكتوبر اذا مشاهدين كانت هذه تطورات الاوضاع في الاراضي المحتلة منذ الامس وحتى الان شكرا جزيلا على المتابعة اشتركوا في القناة